اليوم انا بدي رفع دولار جمركي ما بمهدله قبل بثمانة شهر حتى لي يحتكروا يعني بعطيه لها واحد هيك افونتاج بقوله انتبهها بعد ثمانة شهر بفهم انا المواطني يقول انا بدي روح استورة سيارة يمكن بعدين ما قدر جيب سيارة هيدا حقه ولكن اترك انا شهر ورا شهر شهر ورا شهر هلأ منيجيكي بقصة العشب المية الجديد اليوم بموضوع الاسعار اي عشب المية بالمادة 74 من قانون الموازنة نحظ قرار يضاف كيمة 10% على السلع المستوردة اللي الى انتاج محلي او تصنف بالفاخرة بناء على قرار مشترك يصدر عن وزراء الصناعة الزراعة والمال ويناط لوزارة الاقتصاد الرقابة على هذا الموضوع يا عين هيدا زيادة عن الخمسة عشر الف عن الدولار الجمركي فوق عشرة بالمية زيادة على السلع الغذائية موازنة بعد لا هلأ من مشا بالموضوع لانه في جدال كبيرة عليه بعد لا هلأ فيه انه اليوم نحنا عم تلتقي كل يوم الرئيس ميقاتي او صرت ملتقيش ثلاث اربع مرات خمس مرات حكيتو بهالموضوع الوزير اسلام حكي كذا مرة وانا حكيتو للرئيس ميقاتي وفي نقاش مع وزير الصناعة بهذا الموضوع في بدعة مين هيدا؟ في شئ بالموضوع انه من نحمي صناعاتنا الوطنية من نحمي انتاجنا الوطنية وهيدا الموضوع الآخرة سؤال شايفي هذا الألم؟ هو ذاته لما نفوت بدعاية اي ألم تاني بغير برندات كلهم بيفوتوا تحت نفس الاتش اس كود يعني شو بعرفنا هي السلعة الفخرة ولا لا؟ هلأ انا وياكي منتطلع بالتليفون انت بتشوفيه سلعة فخرة انا بشوفولا؟ انا وياكي منتطلع بالساعة انت هيدا هيدا فتت الجدال كتير 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 هليني زيادة العشرة بالمية عتبارتها وزارة الصناعة شو؟ حماية لانتاج المحلي اي للانتاج المحلي هون منيح ندعم صناعتنا المحلية ومعها شي بس هيدا فلا جران هيدا كتير واسعة ومطاطة لدرجة انه بده كراءة متأنية قبل ما تصدر بقانون الموازنة هلأ لم تطبق منيح انه مربوطة بقرار مشترك بيصدر عن الثلاث وزراء لهلا انا ابداينا بعض الملاقظات بس على ما يبدو ثلاث وزراء شو موافقين؟ يعني وزارة الصناعة ذكرت لي وزارة الزراعة ووزارة الاقتصاد المال عفوا المال ثلاثة القرار بيصدر عنهم ثلاثة احنا من رائب بعدين هل هناك سلع نزيد عليها عشرة بالمية مستثنات من هيدا الموضوع يعني كمان جاينا بس انت هون عم تعمل خدمة كبيرة ترجع للتجار عمليا يعني وين حميت الصناعة اللبناني بهيدا الموضوع؟ يمكن اذا اذا يعني مقترحة وزير الصناعة على ما يبدو يعني كذا وزير طيب ما قلت لي شو جاوبك الرئيس ميئاتي على هذا الموضوع؟ لا الرئيس ميئاتي أكيد ستحتمعه الموضوع ايه أكيد وقال لي الرئيس ميئاتي يعني للأماني قال لي لا ما انه محق هذا الموضوع هذا في ضيحة على فكرة بدوا دراسة متأنية أكتر وعلى هالأساس ما صدر أي شيء وعم ينعمل دراسة بهذا الموضوع وبالعكس كان أكتر من متفهم دولة الرئيس بهذا الموضوع وعطى كل تعليماته أنه يقعدوا الوزرات كلها يتم مع بعض يوضعوا أي طريقة اليوم فيها مس شوية على المواطن هو ضدها فبالتالي لا بالعكس هذا الموضوع نيح لتوقف وقال لك أنه قدامه مصيبة تانية شوني بيأكد لك أنه يتوقف مهنة؟ لا بدوا يصدر قرار بالنهاية وبالجمرك بدوا يطبقوا وبالتالي لهلأ ما في شيء منه بس هي مطروحة صدرت بموازنة بقانون؟ والله ما بقى يعفو واحد نويم بدي أكل كف من هالدولة منا عارفين كيف بدنا نقلع بالموضوع خلينا ذكرت شغلة كتير كتير أساسية قبل ما نحكي شوي بالأمن الغذائي كمانا يلي هي عملية المراقبة خمسين مراقبة في وزارة الاقتصاد خمسين مراقبة على كل لبنان وكيف معالي الوزير بدوا يضبط معالي وزير الاقتصاد بدوا يضبط وراء بحسن سير عملية الدولة بالسوبر ماركت وأنه كل شيء ماشي حاله كيف بدوا يعملها هايزة؟ سيد سمر اليوم بقانون حماية المستهلك مدى 71-72 بقانون البلديات عندنا في لبنان 1055 بلدية الناس آخرتها شبعت أنه يطلع مدير العام الاقتصادي يقولوا نخي ما عندي عدد لازم يلاقي حال وأنا مطلوب مني يلاقي حال يا عمي بالقانون في 1055 بلدية كل بلدية ترائب لها لمولد الكهرباء ومحطة البنزين اللي عندها بالضيعة بنطلع بعد فترة بنكون عم الرائب بيطلع بعد رؤس البلديات وأعضاء البلديات متواطئين مع أصحاب المولدات ونحن بنا نروح نحل الموضوع مش ضروري يكونوا متواطئين فيه ونكونوا هني أصحابهم حطات وأصحابهم مولدات طيب اليوم 1055 بلدية ولو إذا كل بلدية رأيب يعملي ضيعتها ناسها اللي هي مسؤولة عنهم رئيس البلدية اليوم بيقدر بقلب منطقته يسطر محضر على خطوط الكهرباء الماشية بالهواء أقوى منه رئيس البلدية بقلب ضيعته ومطلوب منه يعمل هيدا الشيء تعرف وضع البلديات اليوم بيجي بقولولك ما عم بيسطرولنا ما عم بيبعتولنا الاعتمادات تبعنا أنا ما عندي موظفين شرطة البلدية مانا قادرة تعمل هيك بمضايعة ببسكنتا إذا ببسكنتا نزلت شوي بس هيك عملوا برمي بقلب الضيعة يعني كم صاحب مولد فيه بهذه الضيعة واحد اثنين ثلاثة بعت وراهنا على البلدية بس كل صاحب مولد فيه جهة سياسية نافذة حميته ما هيك أنا هيدا الموضوع ما بيعني لي أنا بده يعني لك بده يعني لك لأنه هيدا واقع الحال مين حميون؟ أنا ما بتطلع لها مين فيه وراه ولا بيعني حمي وراه ست سمر أنا اليوم أول شيء بهذه الدولة موجود لقد دامي فيه مشكلة فيه مخالفة لا بتطلع لا لمن بيتبع ولا لمن تابع ولا عمين بخص ترجمة نانسي قنقر